السلام عليكم ازيكم فنات عاونين ايه رب اكونوا خير وصحة وسلام كنت في الفيديو بتاع المشتريات قلت لكم عن الكريم سوبرايت للهالات السودة اللي تحت العين في واحدة بكلمتني على الانستجرام وقالتني ان كتر استعمال الكريمات بتاعت الهالات السودة بيعمل تجايد واللي هي الكشكشة اللي تحت العين دي وهي مجربة حاجات كتيرة وبقى عندها كشكشة كده وهالات السودة اكتر من الاول تحت العين طيب يعني طلبت ان انا اعمل لها وصفة ليهم طيب بصي عموما انا بستعمل ده بقلي فترة طويلة يعني دخل في سنة تقريبا من الحمد لله ما فيش اي حاجة انا مش بستعمله الا انا ما بحس ان اللي تحت العين يعني مرهق شوية او في هالات سودة مش بستعمله يومي يعني يعني ممكن مرة في الاسبوع فما فيش منه ضرر بس عشان انت يقولتي عايزة وصفة طبيعية لان انت عندك الهالات اللي تجايد كتيرة تحت العين فهعملك دي تعالوا بقى نشوفوا الوصفة بتاعتنا هتعمل ايه فيها بص يا بنيت الوصفة دي للتجايد والهالات السودة اللي تحت العين وعلاجها للتجايد اكتر كمان من الهالات كل اللي انا معايا معايا نص علبة زبادي ده بصوا شوية بقدونس فرماهم في الخلاط وعصراهم واخدى التفل بتاعهم اللي هو البوائي دي اوكي ومعايا معلقة عصر الابيض دي كل القصة كل اللي انا هعمله هحط انا هشتغل على العلبة بتاعت الزبادي دي هخلي دي عندي وهحط عليها ده الوصفة دي ممكن تقعد عندك تلات ايام اللي هي بعمر علبة الزبادي احنا عارفين ان علبة الزبادي ما ينفعش تقعد اكتر من تلات ايام في التلاجة فممكن تعمليها مثلا بعيد بالزبادي كاملة واتتبيها عندك في التلاجة لمدة 3 ايام تمام هقلب ده كله كده مع بعضه وارجع لكم هضيف معلقة العسل معلقة واحدة بس طيب كل اللي انا هعمله بقى هعمل ايه هاخد الخلطة دي كلها قبل النوم يوم او يوم لا يعني يوم يوم قبل منام هحطها زي ما هي كده تحت عيني واسبها وممكن احط عليها شريحة خيار من فوق كمان ما فيش مشكلة اسبها لمدة 10 دقايق وبعدين هقوم اخسلها بس مش كده يعني ما تفركيش ولا تعملي اي حاجة ولا حتى تدلكيها كل اللي انت هتعمليها تاخدي حبة تحطيهم تحت عينك في كل الحتة اللي فيها تجاعد تحت العين وتاخدي اشرة خيارة تحطيها فوقيها وتسيبيها 10 دقايق وبعدين تقومي تخسليها انا شخصيا يعني عندي عمتك كان دايما بيطلع لها للتجاعد بقى يعني كبرت شوية فعلى طول كنت بعملها لها وجابت معاها نتيجة يعني فعالة فدي كانت روصة بتاع التجاعد اللي تحت العين جربيها يا نور وقال لي ايه رائيك فيها وان شاء الله تعجبك وتجيب معاك نتيجة شوفك على خير اسلام عليكم اشتركوا في القناة